اهلا 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 وسهلا بحضراتكم وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة وسيد الفقه المقارن بجماعة الازهر وكننا بنتكلم على المولد النبوي الشريف واخلاق سيدنا النبي ويمكن انا دايما مشغول بمسألة ازاي النبي كان يتعامل مع الاختلاف ويتعامل مع الخصم اخلاق النبي في ده بسم الله الرحمن الرحيم الله قال في سورة المزمل واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا هجرا جميلا فده المبدأ في تعامل مع الناس وبالذات كما تفضلت المخالفين هجيب ثلاث نمازج بالسرعة مراعاة للوقت اذا جئنا الى عباد الاصنام والاوسان فمر ابو سفيان وفي حالة السجال والحرب ما بينه وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فالمهم ان ابو سفيان حصلت مجاعة في مكة وارسل الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابا القاسم ان بني قومك يعني اهلك وعشرتك وكذا في مكة يأكلون الجيف واوراق الشجر فارسل اليه اثني عشر الف درهم ليشتري ميره يعني الاقوات الضرورية من الشحم واللحم وكذا والدخيق الى فقراء مكة حتى هم بيحربوه وطردوه وآزوه نعم لان هنا اخذ بمنهج من احياها وكأنما احيا الناس جميلة هجيب مثال من اهل الكتاب زيد ابن ابي سعنة كان من احبار يهود وفقراء الصفة في المسجد النبه والشريف كانوا بحاجة الى تمر وكانوا بحاجة الى بر الى امح علشان يأكلوا ويعيشوا فالرسل الصلاة يعني اخذ من زيد لانه كان من كبار تجار البر والطر قدرا من هذا لحين ما يصره حتى يتمكن هؤلاء من المعيشة او الحياة او الشبع الى اخره الممه في مرة هو زاد اللي بيحكي بيقول في مرة كانت هناك جنازة ونبيه السلام بعد ان شيعها استند الى جدار ومعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعليهم رضوان الله وبائش صحافهم يا رب فجاء زيد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا القاسم يا محمد اعطيني يديني فما علمتكم يا بني عبد المطلب الا مطلع يعني ابتكل اموال الناس ثم جذبه من اعلى ردائه وكان من كتان فاصر في عنقه الشريف صلى الله عليه وآله كل هذا ورسول الله ساكن سمع السب والشت لم يحرك ساكنا لانه على خلق عظيم والرجل جذبه من مجامع ثوبه واثر في عنقه ما رد الاساءة بمثلها طب ده اكيد كان سيدنا عمر ابن الخطبي هو يأكله هو قام طبعا سيدنا عمر لما لقى هذا حاجات دي ما سيدنا عمر فقال لزيد اتقول لرسول الله صلى ما اسمع لو بيتهم ان هو بني عبد المطلب حشاه مطلع وتصنع به ما ارى والله لول الله الذي اخشى فواتي عن فواتي الجزاء لشققت رأسك بسيفي هذا هنا بقى هيتكلم الرسول قال يا عمر كنت انا والرجل بحاجة منك الى غير هذا تأمرني وقفا عند الوقفة دي تأمرني بحسن الاداء وتأمر الرجل بحسن الاختضاء يعني بدل ما تعنف الرجل وتخيفه انت كنت تقول يا رسول الله اذا كان ما عندك اموال فلنؤدي اديها وتأمر الرجل لما يجي يطالب بيدانه يطالب بادب قد تبال حضرتك وشوف الرسول بيقول السيدنا عمر ده الرسول ده واحد من الرعية تأمرني نعم فالمهم قم يا عمر فأديه إيديناه وزده عشرين ساعا ما كان ما أخفته كمان مع ان الرجل هو اللي اعتدى بالظبط في الطريق سيدنا عمر وريح بقى ما كان بيت المال مثلا فزد ابن ابي سعان بقول له يقول له يا عمر طيب انا ليه دين كذا انما لعشرين ساعا ليه قال له ما كان ما أخفتك يعني عوضا عن ان انا ادخلت الرعب عليك قال يا عمر والله ما من علامة فيه الا عرفناها لكن هناك خلة باطنية اردت ان اختبره لتعرف عليها قال وما هي قال نقرأ في شروح كتبنا انه لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يدفع السيئة بالحسنة يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد يا عمر اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله وان امواله صدق على المسلمين فتبسل سيدنا عمر قال اقول على بعض المسلمين فان اموالك لا تسعه دي معاملته مع اليهود معاملته مع اه لسه بقى برضو معاملته من اعتدى عليه نعم سيدنا النبي عليه السلام لما تزوب بستين صفية بن تحيي وهو كان من زعماء يهود فبعد ازواج النبي يعني كأنهن يعيرن هذه الزوجة او هذه المرأة باصولها اليهود فستين صفية شكت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يعيرونني بان ابي وجد وكذا كانوا من اليهود الرسول بكل يعني هدوء قال قول لهم او لهن يعني ان عمي موسى وهارون عليهما السلام الله بس خلصت الله خلصت في ناسة بحلم من كده سليم طيب نيجي بقى الاهل الكتاب اول شيء ستينة مارية الخبطية ودي من قرية حفلي من حفظة المينيا من مصر اولا حملت اللقب سواء اللقب عبر عن الجنسية او عبر عن الديانة القبطية المصرية ماشي لا غضادة في هذا المناخ وهذا الجو لان هذا الجو في سلمان الفارسي بلال الحبش سهيد الرومي مارية القبطية كل الجنسيات ذابت في مجتمع الرحمة مجتمع الرحمة والحمد الله لنا كمصرين ان نفاخر الامم ان البلد الوحيد والسيدة صفية اليهودي نعم والسيدة صفية اه كانت يعني بس كانت نفاخر الامم زي السيدة الرئيس عفتاح السيسي عفضاه الله ما قال احنا البلد اللي ما فيناش عندنا مخيمات للاجئين الاجانب صح صح